في المسلخ البشري حكاية رعب لا تصدق في احدى زواياه غرفة ملح ليست لحفظ الاطعمة بل لحفظ جثث المعتقلين من التعفن هناك تخيل الناجون من سجن سيدنايا انها ستكون النهاية وتركت في نفوسهم واجسامهم الى ما لا تنتهي كان فيه تلات جساس انا اول واحد اللي هو دست على اجره هون دست على اجره هون كان اول اجر لأله انا اتفش كالت فيه هاي كل ملح صراحة اجر انا هون جايبين ايجا حكمي ايجا اعدامي ايجا اكلي ملح هاد والله فلت اكله ليش انا صلنا سنتين وسبع شهور ما دقنا الملح يعني ما الاكل بيجيبوه من دون ملح كانوا اي والله هون قعت هيك ضربت ايدي على اليمين على جهة اليمين اربع خمس شباب متوفين وتشير رابطة معتقلية ومفقودية سجن سيدنايا الى وجود غرفتين ملح على الاقل في المعتقل الذي يقضي فيه العشرات تحت التعذيب وجراء ظروف الاعتقال السيئة كثير من الموت في سوريا تقول المنظمات الحقوقية في وقت تطرح العديد من الدول على رأسها دول في الاتحاد الاوروبي مشروع اعادة اللاجئين عودة قد تكلفهم حياتهم في ظل استمرار النظام السوري على ذات النهج بالطلب من العائدين مراجعة افرعه الامنية وصولا لاعتقالهم وتغييبهم قصريا على الصعيد الميداني تحذر اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن سوريا والتابعة للأمم المتحدة من احتمالية تصعيدا عسكريا جديدا في سوريا حيث واصلت المقاتلات الروسية غاراتها على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية خلال الشهور الثلاثة الماضية وبحسب اللجنة الأممية أنه كان لديها اعتقاد أن الحرب انتهت تماما في سوريا لكن الاتهاكات الموثقة لديها تثبت عكس ذلك